يزعم نظام المخزن لانفتاح واحترام حقوق الإنسان وتدحض أكاذيبه المنظمات والأممية وآلياتها في المجال تكشفها بتقارير تبين جانبا سودويا يوضح ممارسات الترهيب والتعذيب والانتقام أو هكذا يقول التقرير السنوي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتقارير مكتب المفوض السامي والأمين العام تقارير المنظمة الأممية كشفت أنه في شهر مارس أظهرت تحقيقات أن هواتف الناشطة الصحراوية أمينة حيدر قد تم استهدافها من قبل أجهزة النظام المغربي شهري أكتوبر ونوفمبر 2021 واختراقها باستعمال برنامج بيغاسوس السهيوني وفق تقرير أرقى منظمة حقوقية في العالم القمع والتذيق لم يقتصر على الهواتف والحريات الشخصية بل كشف تقرير المفوض الأممي لحقوق الإنسان ما يتعرض له المعتقل الصحراوي في سجون الاحتلال المغربي النعم أسفاري من تعذيب جسدي ونفسي ووفقا للجنة مناهضة التعذيب فسلطات المخزن منعت عنه أي زيارة لما يزيد عن خمس سنوات ووفقا للمعلومات التي تلقتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان فإن التحقيقات أظهرت استهداف الهواتف المحمولة لزوجة أسفاري ومحاميه بواسطة برنامج التجسس الصهيوني إعتداءات وتذيق قدمت على إثرهم شكاوا جنائية في فرنسا لارتكاب جرائم انتهاك الخصوصية وجمع البيانات الشخصية بوسائل احتيالية وتآمر وممارسات الجرامية لم يسلم منها حتى من كانت الرباط تعتقد أنهم حلفاء فتاريخ المخزن القريب مشوهم بجرم مماثل كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشاز وعدد من وزرائه في طالعة ضحاياها